وان نعم ان اياك اعني اما ان ان تتوب اما ان ان تتوب وتستغفر علام الغيوب اما ان ان تنضم الى قوافل العائدين اما ان لما انت فيه متاب وهل لك من بعد الغياب اياب تقضت بك الاعمار في غير طاعة سوى عمل ترجوه وهو سلام هلك المسوفون والمسوف الذي يقول ساتوب وهو مسرا على الدم كم قلت له كم ستعيش عشرين ثلاثين بل ثمانين ثم مات لابد من الراحل من دار الغروب ضالت بك الايام ام قصرت عنك الليالي يا للهول يا للمصيبة لقد ذهبت تلك اللتات وانقضت تلك الحسرات فالقاء الا الالام والحسرات وحسرتاه على اصحاب لم ينفعوا وحسرتاه على احباب لم يشفعوا يا حسرتاه يوم طال السهل ولم اعد زادا للحفر يا حسرتاه على عمر مضى وزمان ولا وانقضى ولم اتقي في حظ لضا يا حسرتاه على صلاة اضعتها وذكاة منعتها وايام افكرتها يا حسرتاه على اوقات اهدرتها يا حسرتاه على ذنوب ارتكبتها وفواحش امترفتها يا حسرتاه يوم لم يلت اجلساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكله يا حسرتاه يوم يفوز الصالحون بالدرجاء يا حسرتاه يوم يفوز ظالمون في الدركات قال سبحانه وانذرهم يوم الحسن اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نريث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك المسرات فلم يبقى الا الالام والحسرات لم يبقى الا الاثام والاوزار والتبعات تثنى اللذاغة ممن ذات صفوتها من الحرام ويبقى الاسم والعار تبقى عواقب سوء في مغفتها لا خير في لذة بعد حنا وقال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطفرين وقال جل في علا فاتحا أبواب الرحمة قل يا عبادي الذين أسرقوا على أموتهم لا تقرطوا من صحبت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبتل الله سيئا فيه حسنا وكان الله غفورا رحيما فالله ثم يامل وزعت رحمته كل شيء يرحم عبدك الضعيف المسكين ومن أعرض عن ذكري فإن لوم عيشة ضاكا ونحشره يوم القيامة أعمام قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فنسيتها وكذلك تنسى فنسيتها وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا